لم تكن أشد التوقعات تشاؤماً تشير إلى أي احتمال بأن يصل مستوى تفشي فيروس كورونا في العراق إلى المستويات الحالية بعد أن كانت بداية هجمة الفيروس تسجل إصابات لا تتجاوز خانة الأحاد لترتفع وطيرتها لاحقاً متجاوزة حدود العشرات وصولاً للمئات والألاف مع ارتفاع يومي لأعداد الوفيات لكن صدمة الوباء كشفت ما كان مستوراً وصلت الضوء إلى ملفات الإهمال والإخفاق في قطاع الصحة الذي كان متهالكاً قبل كورونا لكن نقاط ضعفه كانت خافية على الكثيرين مقطع مصور من داخل أحد المستشفيات كشف عن حجم واحدة من الكوارث لقطة أقل ما توصف به أنها تنذر بمأساة وشيكة عشرات المصابين أو المشتبه بإصابتهم مع آخرين يمكن أن يكونوا أصحة يختلطون في ممرات ضيقة داخل مستشفى بانتظار إجراء فحص أو مسحة كورونا وهم يترقبون حضور الموظف المسؤول وسط تساؤلات عن أسباب غيابه وغياب أشد خطورة لوسائل وإجراءات الوقاية لا يمكن بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف أو مسمى تبرر ما نراه أمامنا في وضع يجب طرح أسئلة كثيرة كيف تتحول مستشفى من مكان مفترض للعلاج والشفاء إلى بؤرة مؤكدة لنشر العدوى وكيف سيقنع المواطن بالالتزام بالتدابير الصحية مع ما يلمسه من إهمال جسيم في المؤسسات الصحية أقل ما توصف به الحال أنها دعوى لمسرحية عنوانها الموت الممثلون فيها هم الضحايا وخشبة المسرح فيها هي المستشفى والقاتل هو الإهمال والإخفاق والفشل بأوضح صوره ومعانيه ترجمة نانسي قنقر